تقدر تدرب الكلب من اول مواعيه او ادراك ويشتغل وده بيحصل تقريبا في الغالب عند عمره 30 يوم من اول 30 يوم انت تقدر تأهل الكلب او تدربه كمان على كومنز محددة لو عملت سيرش على كلب اسم كوبر ده كلب جولدن رتريفر متعلم 6 اوامر وهو عنده 45 يوم وبينفزهم باتقان هايل فده يخليك تعرف انه مش لازم استنع الكلب لحده ما يوصل عمره 6 شهور علشان بتدربه فيه حاجات معينة بتوعهم مننا اللي هي احتياجات الكلب نفسه الكلب ده كائن عنده ادراك وعي وعي وعنده احتياجات هو محتاج ان هو يلعب زيه زي اي طفل محتاج انه يتشاءق ومحتاج انه يتنطط محتاج انه يتعرف على الحاجات اللي حواليه والبيئة اللي حواليه هو مش يارف يتعرف بالنظر مش يارف يتعرف ان انت تقعده جنبك وتفتح له مثلا قلب مصور كده وتقول له ده اسد ودي بطة وده جزمة وده خشب لا انت لازم هو يعرف كل حاجة بايده او بمعنى اصحة بسنانه وبملمس كفوفو علشان يكون عنها خبرة ويبتلي يتعلم عايز تدرب الكلب من اول تلاتين يوم تقدر توجه سلوكه بحاجات بسيطة ان هو يعمل حمام في مكان صح وانا عملت ده كتير مع كذا جارو في نفس السن ده بعد التلاتين يوم دول ممكن تبتلي تعلمه ست بس انت لو علمت الكلب ست في البيت لما هتنزل به الشارع وتقول له ست مش هيسمع الكلام محتاج انك تعلم الكلب ست في الشارع زي ما علمته في البيت محتاج انك تعلمه على سلم البيت وانت نازل محتاج تعلمه في شارع هادي وفي شارع زحمة وفي شارع متوسط في كل الاوقات بتدرب الكلب من ان هو سمنه صغير خالص يعطي يشوف الناس اللي في الشارع في مختلف اعمارهم واشكالهم يشوف اللي البصة منطالون اللي لابس جلبية اللي محجبة والي пошعرها اللي لابس نظارة اللي عندو ده انا زي كدا اور يستوى ولي لمعندوها شده من اللقرع اللي بشعط يشوف كل الاشكال دي يشوف الاطفال في مختلف مراحلهم العمورية انا عندي فريدة لحد النهاردة بحكم ان احنا عادين في المدينة يعني او عادين في القاهرة فقليل لما بنشوف حد لبس جلبية فريدة حد النهاردة لو شايفت حد لبس جلبية بتهوعوا عليه انا ببقى فاهم ان دي مش راسة بقى ولا قوة شخصية ولا حاجة ده خوف هي شايفة ده كائن ما عندوش رجلين عندو رجل واحدة تخيينة قوي هي بتبقى شايفة بالطريقة دي فبالتالي بتهجمه لان هي شايفة ان هو مصدر تهديد لها لان حاجة مش متعرفة عليها فمن السن الصغير تبتدي تزرع في الكلب الحاجات اللي يعملها والحاجات اللي ما عملهاش ما تجيش تحط ايهلك في بقه وتقوله يلا نلعب بالعد فلما يكبر فانت تتوجع منه وتقول انا عايز الكلب يبطى العد ما يجيش الكلب تلعبه مثلا بشوز ولا حاجة وتقوله هو كده كده مش هيعرف يقطعه علشان هو صغير فلما يكبر ويقطع الشوز تبقى انت متضايق منه ما يجيش يطلب منك حاجة معينة فانت ما تستجيبش ليها فيهاوهاو فانت تبقى مبسوط بين صوته الصغير الكيوت لشكله كوميدي فاتشجعه اكتر انه يهاوهاو كمان ستة شهور الصوت ده مش هيبقى كوميدي الصوت ده هيبقى مرعب وهيبقى مزعج وهيعمل لك مشاكل كتير وطبعا مش معنى ان الكلب ينفع يتضرب من تلاتين يوم ان انت تروح تشتري جاره صغيرة عنده تلاتين يوم وتقوله ان انا هكمل له الرضاع وده للأسف معلومة او مبدأ شايع عندنا كتير كمصريين ده مش حلو ده مش هيفيدك مش هيفيد الكلب انت محتاج ان الكلب تسيبه مع امه تقريبا من شهر لشهر ونص بعد الرضاع اللي هو بعد الخمسة واربعين يوم يعني تاخد الكلب ان هو عنده شهرين ونص او تلات شهور علشان الامة في الوقت ده بتبتلي تعلمه حاجات كتيرى قوي انت هتطعب في انك تعلمها له هي اللي بتعلمه هالفرق ما بين العض بتاع اللاعب وما بين العض بتاع الهجوم او الدفاع عن النفس adesso انا هي اللي هتعلمه ان هوا لما بيجي يعمل حمام بيعمله في مكان بعيد عن المكان اللي هو نايم فيه وبالتالي انت بتستخدم نفس الكونسط FO descop ده او نفس المبدأ ده فانك تدربه على الحمام ولما تيجي تلعب معه ويجي عدك انت مش هتتوجع منه لان هو امه فهمته انه لما يلعب بالعد او حتى لو هيلعب بالعد هو هيعد عد بسيط مجرد انه هو يمسك زي فريدة كده لا ممكن ابدلها بضايا نية تمسكها بوقها ومتكسرهاش دي حاجة مشهورة اوي في الجولد الرتريفر بس تقدر تطبق المبدأ ده عموما على فكرة العد كلعب او العد كهجوم او دفاع عن النفس